في فقرة سعد في فقرة سعد صاحب القرار استبعد الجعداني من الميزاتك صاحب القرار استبعد الهيباء ذاك اللي ما شاء الله استبعد الجعداني اليوم الجعداني كاسب المسابقة عن أي إعداء تتحدثه عن أي مقدمي تتحدثه أخبرني يا فهد السؤال لا الخلل الخلل الآن أكتشفنا أنه في عصب في عصب البرنامج الآن لاحد يأتي عليه بعد الفقرة يعلم الجميعي نظر عليه أنت ما دليشين عمود فقري عمود عقلي أنا ما عندي عمود عقلي هذا الدليل على أعداد سيئة يا أخي الآدم مستبعد فقرة رتيبة الآدم مستبعد وظف موظف الآن وكسب وكسب الفلوس كيف أين المشكلة ما المسؤول أين الخلل هل هو المعد طبيعي معيد لا بد يلحق الشيء طيب سعد القحطان جاي تقدم فقرتك يعني أيش ما تعرف أي شيء يجيبون لك كل شيء يجيبون لك المسامير أنت أول واحد يعرف احنا تكلمنا قبل كذا مقدم يجب يكون المحرر الأول للفريق طيب الآن اشي نسوي نسحب الرصيد من المسابقة لا تحملوا أنا مقدم جاي من المستشفى سين لا أنا محمل سعد مسؤولية لا تحملوا لا تحملوا كام مسؤولية أخير دي كل مقدم لازم يهتم فقرته يعرف الأمور ما حمل لمسؤولية داخلي يقول أنا عندي رحلة مع السلامة ما ليش بالله يشعوركم إذا جيت ودخلت عندكم اليوم وأقول لي عبد الخالق وفاهد خلصوني مصورة عندي رحلة أنا ما يسر هذا يتفق معك فيها أنا أتكلم عن سياسة الفقرة لكن مو معقولة مو معقولة يا شباب يا كرام مو معقولة إحنا في كلام اليوم نتابع أكثر منكم مو داخل كنترول ومعدين فقرات عبد الخالق عبد الخالق عبد الخالق أنا عاد تسمح لي متسابق مستبعد ويسخل مسابقة اسمح لي اسمح لي مصيبة أنا الآن أنا الآن أجزم أني اللي أعد الفقرة حقها تساعد ما هو بنفسه ما هو بنفسه اللي أعد الفقرة لأسبوع الماضي ما هو بنفسه اللي أعد الفقرة لأسبوع لي قبلها هل تعلم سيدي الفاضل إن ما في فقرة أعدها نفس المعد مرتين وربعث هذا من أن تسأل عندي هذه كارلة ترى عشان كده عشان كده أشوف إحنا اليوم كلمنا عن اليوم اسمح فهد فهد خلينا نركز خلينا نعلم كلمنا عن اليوم خلينا نكملك فكرتها من المفروض يتولى المسؤولي إحنا اليوم 27 المفترض أن رتم البرنامج تصاعدي تصاعدي المفترض أن يكون فيه قمة درون متازح رتم البرنامج تصاعدي ما فيه إسقاطة إسقاطة نشوفها ما فيه ما فيه إسقاطة ما فيه قصة تصنعها البرنامج كليا تحت رحمة متسابقية هذه ما صارت يا أخي أبجديات الإعلام ما تقول كده يعني نعتبر من المسابقين علي قناقة رمانون أنا عندي أنا عندي فريق إعداد مكوّم من مثلا 8 أشخاص السؤال كيف يوظفون كيف يعملون هؤلاء ولا يا أخي ولا أخي زودوا راتبنا والله لعدلكم والله والله تكلم مجد نسوي لكم قصص داخل داخل برنامج حتى الدخوليات مو معقولة الدخوليات إلى الحين الدخوليات المسابقين سيارة ومشلح سلام أسكت ساكت يا دخل يوم تقول أعطونا زودونا بالله ما تطولون في المحور لأن وراي رحلة زودونا رواتب زودونا رواتب من يعد فقراتك اليوم أنا فهم عدك ما أدري قبل فقرة من يعد فقرة يوم الجمعة منصور يوم الجمعة خبطة عشواء من تصب تموت ومن تدرك يعمر فيها ثمي بعدين عندي سؤال كثر خير الأيبان الإعلاميين الإعلاميين سعد وغيره وغيره وليد الزهراني طب ما كان من احترامي المعد القدير اللي معي الحين بيض الله وجهك أنا دار أنك جيت في الوقت الضيق لكن أنا أحترمك جدا أخي نحترمك نحن مالا دقيق هو هو أنا أنتقد لا لا صلعا بلا حد يجعل علينا أنا أنتقد العمل يا أخي العمل سيء يا أخي لاتمي البرنامج طائح يجيو معك الخير ما أنا مسؤول بعدين أنا سأل حاجة يا أخي الشاشة لها هيبتها يا أخي أنت مقدم غايب فقرتين لظرف آمنا بالله الفقرة التي فيها اليوم تقول يلا 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 بسرعة عندي رحلة يعني هل يا سعد يا سعد أنا من اليوم مرة قلتها طبعا وأكرر لها من يرى نفسه أنها أكبر من البرنامج يا أخي يروح يا أخي الشاشة ما ينفي حاجتك إحنا ما ينفي حاجتك إحنا ما ينفي حاجتك والله العظيم يا أخي لا أحد يجيي نضر عن البرنامج وجعل أيش سعد جارسي حسنا اليوم أنه تصوّل فقرة تفتح وسعد القحطاني على طري سعد وسعد القحطاني أول يوم وسعد القحطاني هو أول مرة عاتر فقرة ماشية على طري سعد عندي نقطة اليوم سعد واقف على البوديو نقطة أخيرة بعدين بكيب اليوم سعد واقف على البوديو صحيح إش براه إش براه أسلاك أسلاك يا جماعة خير والله أسلاك. يا مخرجينا الفاضل. انا عندي مشكلة مع مع قطعاتك. طق أسلاك. طق اجدار وصخ. طق اليوم اليوم اجدار الصفر. يجيب لي فقرة. اجدار الصفر القرية بنية اجدار وصخ. اجدار وصخ لا لا. الجعداني. لاحظة. ماهش بين حقيقة يا اخي ان اجدار وصخ. مسوي تبر رئيس بردية. لا حبيبي. انا عندي انا مخرج عندي نظره يا اخي ما انقلي على مكان سيء. من اللي عمل الفقرة؟ ليس عبد الله الجعداني؟ ليس عبد الله الجعداني مسؤول. لا اخذوا الكلام من الراس القربية اذا كان المعد مفرط والمتسابق مفرط انا مخرج عندي نظرة فهر نية يا اخي ابا اقول له يا اخي روح هنا الجدار وصخة عندي نظرة فهر نية يا اخي ترى العمل متكامل يا جمعة اعذرني اليوم في فقرة ساعة في الهنقر تسعة وعشرين تقريبا كم؟ تقريبا أربعة عشر كاميرات الكاميرات هز كاميرات هز عبدالخالق عنده كاميرتي ينقل على عبدالخالق نصف وجه عبدالخالق طالع النصف الثاني بين فرشبية يداوم ايش دي؟ جلسة دقيقة في فعالية ويمزح الفهري خماش وببسوطين الناس مع الفعالية دي فجأة كده فجأة كده عند محمد مرعي يا ناس نبغى نكمل جلسات الاعداد سيء للغاية عندنا والله ما عمري اشتغلت في برنامج انا يا فهد الاعداد فيه بهذا السوء زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة